طيب هلأك قلتلي بوست كلامك انه كالوس كيروش طلب استاد الكاهرة هو اللي يستضيف في المباراة خدنا موافقاتك على دا ولا لسه خدنا الموافقات؟ ما انا قلتلك من الاول في عبارة ان كله مجاب الدولة كلها لها هدف ان تسعد الشعب المصري بالوصول للمديان ده عظيم فانت تليه اول موافقة هي تاني موافقة طبعا اللي بيسمعونا دلوقتي بيستنينها الجماهير استاد الكاهرة حلوته وجماله ورعبه لما يبقى ممتلئ عن اخيره ان شاء الله ده ممكن يحصل؟ دي هتبقى لها موافقاته ومجلس الادارة وافق على القال يعني الحد الادنى ان يكون موجود حوالي خمسين الف على قال يبقى خمسين الف في المبنى ده رقم برضو مرد جدا ادام امنيا والامور نضمن حماية الجماهير وتبقى الامور كويسة احنا نحب ندعم منتخبنا باستاد الكاهرة صدد استاد الكاهرة ده اصلي له عاطفة ونستلجة كده عند الجماهير المصرية وسبحان الله استاد الكاهرة دايما يخوف اي خصم عشان كده بقولك ان الموديل الفني ما بيطرقش حتى الجانب النفسي بيأكد عليه واللي أكد على وجود الجماهير واللي أكد على استاد الكاهرة يعني مش عايز ملعبه خلاص يعني ما بيطرقش صغيرة ولا كبيرة والاتحاد المصري براسة جمال علام قال له كل شيء هتطلبه حيتم تنفيذه اشتركوا في القناة